يزال هناك أناس يتجمهرون طبعا هم أملا ودعما للطفل ولكن كانت هناك شكاوى من عرقلتهم لعمل فرق الإنقاذ هل من جهود لتفريق هؤلاء ونحن نرى السورة من خلفك؟ يعني لو تتحرك الكاميرا إن استطعت يا عادل نعم 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 نحن سنحاول تحرك الكاميرا بالقدر الممكن في الاتجاه المقابل كما ترين هذا الفج الكبير الذي نجحت السلطات المغربية في حفره هنا في أحد قمم جبال سلسلة الريف في شمال المغرب مجهود ثلاثة أيام بعمق 32 مترا طبعا الآن الأعداد من المواطنين قلت ولكن من المرتقة في الساعات المقبلة أن تعود إلا إذا غيرت السلطات المغربية من منهجية تعاملها مع المواطنين المرابطين الآن نحن على بعد أمطار قليلة بحسب بعض التقديرات فيما تقديرات أخرى تشير إلى ضرورة التريث لأن التعامل مع هذه النوعية من التربة من الممكن أن تحمل في جوفها مفاجآت قد تزيد من تبطيء عمليات الإنقاذ من أجل الوصول إلى الطفل الريان أذكر بأن المنقدين يحاولون صناعة قناة توصلهم بشكل آمن إلى الطفل الريان على عمق 32 مترا والطفل يتواجد على عمق 30 مترا في البئر العائلية الضيقة بقرب منزل العائلة وهذه البئر تسمى محليا بالصندة في حال نجاح المنقدين الوصول فإنهم سيقومون بإنزاله ومن ثم إخراجه طبعا الآمال معلقة على أن يكون هذا اليوم هو اليوم الختامي لهذه العمليات ولكن عندما نستعمل أو عندما نسمع كصحفي عادل اليوم الرابع على التوالي من عمليات الإنقاذ نعم نعم إذن نشاهد هذه المشاهد المباشرة من شفشاون لعمليات إنقاذ الطفل الريان